بين هذه القرى التي تقع في عمق سلسل الجبلية بين تونس والجزائر تتنقل الفرق الثقافية التي خصصها مركز الفنون الدرامية والمصرحية بمحافظة الكاف لتقديم عروض فنية لطلاب المدارس في المناطق التي تنعدم فيها جميع المرافق الثقافية موسيقى تتغنى بحب البلاد والاستعداد للدفاع عنها ضد قوى الإرهاب والتشدد وعروض مسرحية وسينمائية تهدف إلى ترصيخ ثقافة الانفتاح ونبذ التشدد لدى الأطفال يقول القائمون عليها أنها تهدف إلى إشهار الثقافة كسلاح في وجه الإرهاب يجيه المسرح يجيه الرسم يجيه الرقص يجيه المريونيت يجيه الأنشطة هذه التفقيفية غدوة ما تخافش عليه ما تخافش عليه بش يطلع لك للجبل ولا بش يحاربك نحن هم يحاربون بالسلاح نحن نحاربوا بالثقافة بالطبيعة بش يخلق قوائد تشدد التلميذ ما هو ملاكي يبدع عطشان ثقافي بالطبيعة بش يولي سهل حتى مثلا بش تأثير عليه في أي هاجة جل المدارس التي احتضنت العروض الثقافية تقع في مناطق حدودية شبه معزولة وبين سلاسل جبلية شهدت في السنوات الأخيرة أحداثا إرهابية متكررة الأمر الذي مثل تحدي لسلطات الثقافية في البلاد في محاولتها رفع العزلة الثقافية عن تلك المناطق نمشي للمدارس الحدودية خاصة للتلميذ غديكة أولا حقهم في الثقافة والمناطق هذه معناها وعرة وحدودية وتعاني من وجود العرهاب يعني نحن نقاومه في التطرف الوليديتها ذاكم كيراوة حاجة مختلفة مهمة بالنسبة لهم خير ميراوة كان معناها طيورة معناها التعضليم العروض ثقافية في مدارس المناطق الحدودية قوبلت بتفاعل ملفت من قبل الأطفال الذين عبروا عن شغفهم بالفن والمسرح رغم عدام مرافق التثقيف والترفيه في قرههم العروض هذه بها برشة وزدت نشط صغار وتعطيها برشة معلومات بها بها العروض هذه وزدت نشط ذري صغار وعجبتني برشة وزارة الثقافة التونسية أكدت أنها ستمضي في برنامج تنظيم تظاهرات الثقافية في المناطق الفقيرة في إطار خطة عامة أطلق عليها اسم مدن الفنون هنا في بعض المناطق النائية على الحدود التونسية الجزائرية تحولت الثقافة إلى وسيلة للتعبير عن نبذ العنف والإرهاب لا سيما في أوساط طلاب المدارس في إطار برنامج حكومي متكامل من مدينة قرعة اسنان على الحدود التونسية الجزائرية طفيق عياشي الحرة